سيدخل بدءا من يوم الخميس المقبل 230 شابا وشابة من أعوان الملعب المتطوعين تربسا مغلقا بولاية عنابة تحسبا لانتلاق فعاليات بطولة الأمم الأفريقية للعبين المحليين هذا ويمثل معظم أعوان الملعب المتطوعين من الطلبة الجامعيين المحادرين من منطقة عنابة وكذل الولايات القريبة المجاورة كما سبق لهؤلاء متابعة تربسات تكوينية تأهلية في هذا المجال الجدير بالذكر أن ملعب التاسع عشر ماي بعنابة سيحتضن مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من السينيغال وكوديفوارا وأوغندا والكونكو الديمقراطية اشتركوا في القناة